اشتركوا في القناة وصولا الى تحقيق الاستقرار ومساعدة شعبه مؤكدا سموه ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن والمشاركة الفاعلة في عمليات التحالف التي تقودها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالاضافة الى تقديم كل الدعم والمساندة الانسانية الى الاشقاء من الشعب اليمني واضاف سموه ان مشاركة قوة الواجب واحد في تحرير عدن ومأرب واجب تجاه الاشقاء في جمهورية اليمن الشقيقة من اجل ان ينعم هذا البلد العزيز بالاستقرار مع عودة الشرعية من جنبه اكد الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان المواقف المشرفة مع الاخوة في اليمن جاءت بتوجيه من القيادة الرشيدة وهي فرصة عظيمة للتأكيد على ان اليمن الشقيق جزء من الوطن العربي الكبير واهمية الوقوف في وجه كل من يحاول العبث بامنه واستقراره مؤكدا ان عمليات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تؤكد قوة وتلحم الموقف العربي تجاه اليمن الشقيق وحكومته الشرعية من ناحية عرب وزير الخارجية اليمنية عن شكره وتقديره واعجابه بمشاركة العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واخيه الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في حرب تحرير عدن ومأرب وحرصهما على ان يكون في الصفوف الامامية لهذه الحرب مؤكدا ان مواقف سموهما الباسي لا تجاه القضية اليمنية هي محل التقدير من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر